أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمام الدولة بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق وخاصة التي تخدم المدن الجديدة وخلال استعراضه لتقرير بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة أشار مدبولي إلى أن المشروعات تسهم في جذب العنصر السكاني وفرص الاستمار والتشغيل بما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وأشار التقرير إلى إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة بإجمالية أطوال بلغت 1350 كم وبتكلفة تقديرية تصل إلى 33 مليار جنيها